السلام عليكم إذن في هذا الدرس سأقوم بشرح كيفية التحويل من النظام العشاري إلى الأنظمة الأخرى وهي طريقة سهلة للغاية حيث سنستعمل فيها طريقة القسمة إذن التحويل من أي نظام أي التحويل من النظام العشاري إلى الأنظمة الأخرى وهي Binar Octalp Exodecimal يتمع طريق القسمة كما هو موضح في هذا الشكل إذن تحويل 24 من النظام العشاري إلى النظام التنائي ثم التحويل من النظام العشاري إلى النظام التماني وأخيراً التحويل من النظام العشاري إلى النظام السلسة عشر نبدأ بالنظام التنائي يعني التحويل من النظام عشرة إلى التنائي مثلاً 24 نقوم أول خضوة بقسمة 24 على 2 لأننا سنحول النظام التنائي إذا كنا نريد التحويل إلى نظام 8 نقسم على 8 وإذا كنا نريد التحويل إلى نظام 16 نقوم بالقسمة على 16 نعود إلى المثال الأول هو الموضح على اليسار 24 تقسم 2 يعطينا 12 12 في 2 يعطينا 24 والباقي 0 إذن هنا نكمل عملية القسمة مدام حاصل القسمة لم يكن 0 مدام حاصل القسمة ليس 0 نقوم بإكمال عملية القسمة 12 تقسم 2 يعطينا 6 والباقي 0 إذن حاصل القسمة 6 يختلف عن الصفر أكمل أو أوازي العملية القسمة 6 تقسم 2 يعطيني 3 3 يختلف عن الصفر دائما أقوم بأستمر في عملية القسمة 3 تقسم 2 يعطيني 1 واحد في إثنان يعطيني إثنان والباقي واحد ثم واحد تقسيم اثنان هنا يعطيني النديجة صفر إذن هذا هو لكريتر داري لكريتر داري أي شرط التوقف شرط التوقف هو حاصل القسمة يساوي الصفر إذن نتوقف هنا ونقوم بفي هذا الاتجاه يعني حواصل أو بواقي القسمة بواقي القسمة كما راكم تشوفه هنا يا واحد واحد صفر صفر واحد عملية الكتابة تكون كالآتي يعني على حسب السام الواحد يبتد من الجهة اليسار واحد ثم الواحد الثاني ثم صفر 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 إذن 24 بالنظام الأشاري تساوي 1 1 0 0 بنظام التنائي فالنذهب إلى المثال الوالي وهو التحول من النظام الأشاري إلى النظام التنائي ولهذا نقوم بالقسمة على 8 24 تقسيم 8 2 2 3 مدام حاصل القسمة لا يساوي الصفر نقوم بمواصلة القسمة على 8 وحساب البواقي يعني 3 تقسيم 8 2 2 0 إذن هنا نتم عملية التوقيف لأنه شرط التوقف أو لوكريتار داري صفر يبقى صفر في 8 والباقي 3 إذن النتيجة هي 3 0 3 تكتب على الجهة اليسرى 3 0 إذن 24 بالنظام الأشاري تعطيني 30 بالنظام التنائي المثال الأخير وهو التحويل من نظام الأشاري إلى إكزا ديسيمال هنا نقوم بالقسمة على 16 24 تقسيم 16 يعطيني 1 1 في 16 16 والباقي 8 مدام الواحد هنا يختلف عن الصيفر نواصل عملية القسمة على 16 إذن هنا يوجد خطأ لأنه نقسم على 16 وليس على 8 1 تقسيم 16 أرجى تصحيح هذا الخطأ يعطيني 0 والباقي 1 إذن هنا دائما في نفس الاتجاه 1 على الجهة اليسرى و8 على الجهة اليوم إذن 24 بالنظام الأشاري تساوي 18 بالنظام السادس عشر في المثال الموالي سأقوم بشرح حالة خاصة وهي كيفية تحويل من نظام الأشاري لما يكون عندي عدد بفاصلة أي عدد النمر فراكسيوني إذن التحويل من النظام الأشاري إلى الأنظمة الأخرى لما يكون عندي عدد فراكسيوني يعني عدد به فاصلة كما مثلنا يرى نشوفه 24.605 بالنظام الأشاري سنحولها إلى النظام التنعي هنا الطريقة يوجد مرحلتين المرحلة الأولى هي الكل يعلم أن العدد الذي فيه فاصلة فيه جزئين الجزء الصحيح وهذا هو 24 الموجود على ياسار الفاصلة 24 هذا هو الجزء الصحيح وعندي الجزء اللي يأتي على يمين الفاصلة وهو يسمى الجزء الكسري يعني 625 أو 0.625 هو الجزء الكسري إذن لقيام بعمل التحويل نبدأ بالجزء الصحيح وهو 24 ونقوم بتحويله بالطريقة العادية يعني بنظام قسمة على 2 كما شفنا في المثال السابق 24 بالنظام العشاري يعطيني 1100 بالنظام التنعي لكن المرحلة الثانية وهي العدد العشري أو العدد الكسري اللي هو 0.625 هنا في هذه الطريقة في المرحلة أو الجزء الكسري ما نديروش عملية القسمة لا هنا نحول الجزء الكسري بعملية الضرب المتتالية في إثنان وفي كل مرة أحفظ بالرقم ليصبح صحيحا ونشوفوا كيفاش غادي نحسبوا العدد الكسري كيف يتم تحويل العدد الكسري إلى النظام أعتنائي هنا يوجد يوجد طريقتين غادي نشوفوا حالتين خاصتين وهما الحالات حتى يكون عندكم فكرة عامة على كيفية على كل الطرق الموجودة أو كل الحالات الخاصة غادي ندوم مثال 24.625 أولا نقولنا كان النظام هذا كان الجزء الصحيح اللي هو 24 نقوم بتحويله عن طريق القسمة على 2 يعطيني 1100 يبقى لي الجزء الكسري اللي هو 0.625 بالنظام العشرية كما شفنا في الآخر في السلايد السابق نقوم بعملية الضرب في 2 يعني 0.620 مضروب في 2 يعطيني 1.25 1.25 لشان ندوم ندوم فقط 0.25 نقوم بعملية التنزيل نقوم بالاحتفاظ بواحد و ناخده فقط العدد الكسري اللي هو 0.25 نضربها في 2 تعطينا 0.5 لا ممشوز مادام ما لقيناش في حاصل أو النتيجة تعطينا عدد صحيح يعني 1.0 أو 2.0 نزيد ونكمل دائما الضرب في 2 يعني أنتو عملية التنزيل 0.5 في 2 كما هي النتيجة يعطتني 1.0 أنا أعدي لك لي تداري يعني شرط التوقف هو عدد صحيح يعني 1.0 هو 1 يعني كي أعطيني مول فاصلة 0 أنا أنا أقوم بعمليات التوقف والنتيجة تكون طبعا أنا رأي مكتوبة بالأحمر 1.0 1 إذن 24.625 بالنظام العجاري تعطيني 1.0.0 وهو الذي يمثل 24 وتعطيني 1.0.1 لهي تمثل 0.625 إذن هذه الحالة الأولى نروحه المثال آخر ليمثل حالة خاصة ثانية المثال هو 12.15 بالنظام العجاري كما يزاوي بالنظام التنائي كما شفنا في المثال السابق كان الجزء الصحيح وكان الجزء العجاري الجزء الصحيح هو 12 يتم تحويله بطريقة الكلاسيكية يعني القسمة على 2 تقني 1.1.0.7 أما الابارتي فراكسيونار أو العشرية وهي 0.15 هنا نقوم بعملية الضرب في 2 0.15 في 2 تعطيني 0.3 هنا شرط التوقف مكانش لأنني ما عنديش عدد صحيح دائما ندي 0.3 نقوم بعملية تنزيل نقوم بعملية تنزيل نضربها في 2 تعطيني 0.6 لا ما عندي توجر رقم أسعر من الواحد 0.6 في 2 يعطيني 1.2 هل هنا يوجد شرط التوقف لا لأن عندي 1.2 نبدو فقط الجزء الكسريلي هو 0.2 0.2 0.2 يعطيني 0.4 دائما ما كانش شرط التوقف 0.4 في 2 يعطيني 0.8 ضعما نقوم بعملية نقوم بعملية 0.8 في 2 يعطيني 1.6 نزيد ونكمل 0.6 في 2 تعطيني 1.2 هنا كان شرط التوقف شرط التوقف أنه 1.2 تكرت كما نرى نديرها بالأصفار 1.2 ونعطيني 1.2 كنزيد نكمل ندير 0.2 في 2 تعطيني نفس النتائج اللي راهي تحت يعني نفس النتائج تقدر تعاود 0.2 في 2 أو 0.4 في 2 أو 0.8 تقدر إذن هنا شرط التوقف نحبسه عند هاد المرحلة يعني قبل ما كنت تكررت كما نعطي 1.2 ونعطي 1.2 تكررت هنا ندير العدد الشرط التوقف يكون في هاد الاتجاه يعني منها 1.0 1.0 هي النتيجة اللي نكسبوها من اليمين آآ آآ نكسبوه 0.0 1.0 0.1 يعني نبدو من فوق ونحطوها على الجهة اليوسر صفر صفر واحد صفر صفر ونحطوها ندير علامات آآ نقاط يعني أنه العدد ماكملش يعني عدد تقريبي مثلا كما نقسمه نقسمه في فاصلة إلى النظام التنائي كما نخطينا المثالين المثال الأول اللي يوجد على اليسار عنده لكريتر داري كيكون عندي عدد صحيح مثلا 1.0 كيعطيني فاصلة صفر هنا نحبسه وندول عقام لأعداد صحيح أما في المثال اللي يوجد على الجهة اليمنى هنا لكريتر داري عمليات التكرار يعني 1.2 نتكرر هنا وهنا يعني نديره بلا سفر إذن إليميني هذي نحبس ونده لابارتي هذي الأجزاء الصحيحة 0 1 0 1 ونكتبها هنا إذن 12 15 بالنظام العجري يعطيني 1 1 0 هي لمثال 12 ويعطيني 0 0 1 0 1 اللي هو 0.15 0.15 مضروبة في 2 بطريقة متكررة إلى غاية شرط التوقف إذا كان هذا فيديو عن كيفية تحويل أي من النظام العشاري إلى الأنظمة الأخرى إضافة إلى تحويل عدد فيه فاصلة يعني فركسيونار كيفية تحويله إلى النظام التنائي في الفيديو القادم سنرى كيفية الجامعة والطرح أو الزكبراسيون آريتميتيك بالنظام التنائي ترجمة نانسي قنقر